هل تسق في كذا في المجلس العسكري أنه هو هيعقد انتخابات رئاسية وده يا كرام ده كان بيتألف شهر مارس أنا كنت بقول أنا بسق في الشعب المصري أنه في الآخر خلينا نقولها بالبلد يعني شوية الحرامي لما بيعوز يسرق بيت هو حاجة من اتنين يا بيسرق بيت فاضي يا بيسرق بيت مع أسلحة الناس هتخافه تشوف الأسلحة تخافه وتسكت إحنا كسرنا حاجز الخوف وإحنا أنا بتكلم على الأقل عن شريحة كبيرة جدا من الشباب المصري اللي منهم ناس وقفت قدام مدرعات أيام 25 يناير اللي منهم ناس ضحت بحياتهم وناس شافت ناس بتضحي بحياتهم إحنا مش هنرجع الورى تاني ولن نقبل نهائيا أنه مصر تدار بنظرية القمع الأمني ولن نقبل نهائيا أنه مصر تدار بفكرة أنه الرئيس هو فرعون مصر اللي منهم نفسه اللي منهم ناس مصر تدار بنظرية القمع الأمني